بين المسنين والمسنات في دار الضيافة بجمعية الاسرة البيضاء في منطقة لجويدة امضى جلالة الملك عبدالله الثاني ظهيرة اليوم بينهم لمتابعة احوالهم والاطمئنان عليهم قبل حلول عيد الفطر السعيد وقدم جلالة الملك خلال زيارته المفاجئة لدار الضيافة للمسنين التهنئة للمسنين والمسنات بمناسبة حلول العيد بعد ان تبادل الحديث معهم واستمع منهم عن مستوى الخدمة والرعاية التي يتلقونها وفي جولة على مرافق الدار التي تضم مائة وعشرين مسنا استمع جلالته الى شرح قدمته نائبة مديرة الدار امينة حرب عن الجمعية التي تأسست في عام 1979